أستاذ سوء سيادتك يعني شفت خبر وفاة الرئيس الأسبق وتفاعل كل الدول العالم مع الحدث وإعلان حالة الحداد العام تلاتة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق رحمه الله خليني أقولك أنه النهاردة هلعب دور النادي الإسماعيلي جمعا يعني إحنا مشكلتنا كلنا في مصر يا جماعة الحقيقة أنه لازم اللعبة تمشي أهل وزمالك في أي قضية سواء كورة سياسة طب اقتصاد حتى في النقطة لازم تمشي أهل وزمالك لازم يمشي فرقين عاوزين نقطع بعض والدنيا كلها منسية عشانك دايما دايما طول ما الإسماعيلي نادي بخير تلاقي الكورة مصر فمصر ماشي بخير فبالتالي المشهد السياسي محتاج ناس منها يكون الإسماعيلي المشهد الاقتصادي كل المشهد الاجتماعي كمان لازم يحتاج أنه يبقى فيه نادي الإسماعيلي يبقى فيه رأي واضح وصوط مسموع بعيد عن العواطف وبعيد عن الحقد وبعيد عن الغل وبعيد عن المصالح الشخصية فخلينا نلعب النهاردة دور إحنا ندد الإسماعيلي الخناءة بتاعة أصل شعب عاطفي ومبارك لم يكن استحق الجنازة العسكرية وأصله لا مبارك ما يستحقش لا ده اللي حصل النهاردة مع مبارك انتصارا وأعلانا اللي وفات صورة 25 يناير هو من اللي خرج يا جماعة وتحول الموضوع إلى نقطة وتحول الموضوع إلى خناءة برضو ما بين طرفين وهو ده اللي بيحصل دلوقتي طولوا الوقت في مصر أي حدث يحصل في البلد دي حلو أو وحش لازم يحولوا الاخناءة لأنه من زمان وهفضل أقولك تاني يا أزعادل الهدف الرئيسي مش أي حاجة اللي بيحصل حوالينا غير أنه الشعب ده يتقسم مسلم مسيحي فشلت صعيدة وفلاحين فشلت مش عارف إيه فشلت أهل وزمالك بتفشل ففي التالي أي اخناءة وأي قضية لازم تحول إلى فريقين علشان نولع الدنيا موسيقى